أبرز مضامين هذه المقترحات أو التوصيات مريم لنبدأ باعتماد التصويت العلني برفع اليد أو التصويت عبر الجهاز الإلكتروني المعد لذلك وأيضا قلتم اعتماد صيغة التصويت الإلكتروني عن طريق بصمة الأصبع لكل نائب ونائبة مع النشر الفوري للنتائج على السبورة هل هي آلية بالفعل الهدف الأسمى من ورائها توطيد الديمقراطية لكي تكون الأمور واضحة بالنسبة للناس لمن يتابع لمن صوت من ناخبين لمن يريد أن يتعرف على مواقف سياسية في ملفات شائكة من طرف الفرق البرلمانية أو من طرف الأغلبية والمعارضة على حد سواء عندنا بداية الدستور يقول التصويت حق شخصي للنائب يعني النائب هو عنده الحق في التصويت على هذا القانون بنعم أو لا هذه التوصيات لم تكن بناء على فقط حتيناها ولكن كانت بناء على دراسة اللي درنا فيها مقابلات مع 12 نائب ونائبة من كافة التمثليات السياسية خلال الولاية السابقة فهذه المقابلات طرحنا عليهم أسئلة حول تصويت الإلكتروني الجدوى دياله وشنو كي بلع وخرجنا بهذه الخلاصات وأيضا شفنا نماديج مقارنة في الدول الأخرى لماذا هذه الآليات كتتساهم في توطيط الديمقراطية ولو وضعناها في محور توطيط الديمقراطية لأنه كتتعزز الشفافية والوضوح مني كيكون عندنا مشروع قانون معين وتم تصويت عليه وكيعطونا الأرقام فقط دون الأسماء نقدره ما يكونش الوضوح الكافي كما لكانوا عندنا الأسماء ديالك عن النواب يعني للأقل أنا كنتامل لأحد الجهة معينة ولأحد دائرة معينة كنعرف هذا النائب ديالي والصوت على ذاك القانون على الأقل أنا بني أريد صوت عليه المرة الجهية في الانتخابات كان مش نشوف وش القوانين التي أراها تخدموا مصلحتي صوت عليها ولا لا ثانيا البنية الإدارية ديال مجلس النواب توفر هذه الإمكانية أرى الإمكانية ديالتصويت الإلكتروني قدوها وكينا وكل شيء ولكن بقى من فعلاش لماذا لا ندري صراحة ما دنا الجواب وحتى النواب اللي كنا طرحنا عليهم هذه الأسئلة ما كانش جواب من عندهم الفكرة الثالثة اللي طرحنا في موضوع ديالتوطيط الديمقراطية هي إحالة التوصية إحالة الاتفاقية الدولية على الليجان المختصة لأنه دابنيك الجيشي كنا عرفه أن لا قبل ذلك قبل ذلك مسألة التصويت العلني هي تعبير عن موقف سياسي طبعا يعني شينام أبينا طبعا النائب ينتمي لكتلة برلمانية لفريق برلماني هذا الفريق ينتمي لحزب سياسي يتمتع بمرجعية ما كان في الأغلبية أم في المعارضة فإن تصويته العلني قد يعبر عن موقف سياسي تعتقدين اليوم أن هناك قابلية لذلك خاصة أننا إذا ما عدنا إلى الوراء سنشاهد أن المشهد السياسي كان فيه مفارقات غريبة يعني أحزاب داخل الأغلبية بل هي العمود الفقري للحكومة يعارض نوابها مشروعا أو قانون تقدمت به الحكومة داخل قبة البرلمان فتخيلي معي وكأنكم في سمسم ستخلقون سراعا حتى داخل الأحزاب نفسها بعيدا حتى عن كانت في الأغلبية في المعارضة هذا أمر صعب يحتاج إلى الجرأة سياسية أتذكر أن أنا من قمت بالمقابلات في هذه الدراسة أنه كان لدينا سؤال لعلاقة النائب بالحزب وكان الأجبيب العلاقة الأبوية وعلاقة الطاعة وعلاقة التعاقد فالنائب بعد المرات سأذكر واحد النائبة قال لي أنا كالقراسيم ضد هذا القانون ولكن يقولك بحكم أننا في الأغلبية ولا بحكم أننا نحن نسير مثلا الحكومة خاصنا نصوته عليه فالنائب يبقى بين نارين نحن صراحة باش نعززو هذا الوضوح ونعززو هذا الحق الدستوري اللي اعطالي لواد صوت حق شخصي بغين الطالب نبهد الألية لأنه في نهاية المطاف هو كان التوازن ديال حفظ الأغلبية وحفظ التوازنات وكان تماما والانتجام ولكن في نهاية المطاف أنت رتمثل وحد الفئة من المواطنين اعتقدتك الثقة ديالها إذا أنت ما صوتك بشي حاجة ما ملتزماش بقناعاتك والقناعات التي أنت تقدمها الناس أين هي زمن الديمقراطية ولكن هناك قابلية لكي لا يذهب مجهودكم هباء منثورة أعتقد صعيب في المغرب وفق شنوكين حاليا ولكن كانوا استثناءات في الولاية السابقة كان حزب في الأغلبية صوت على وحد المشروع للقانون ونائبين منه ناضوا مشوق السحر المعارضة وصوتوا بالرفض وكان هذاك تعبير ديمقراطي جيد داخل هذاك الحزب جيد من منظوركم كمجتمع مدني ولكنه قد يزلزل الأرض تحت أقدام حزب سياسي يريد أن يبحث عن صورة تبرز انسجامه وهذا ما أعيب ربما على الحكومة السابقة والأغلبية السابقة التي قيل بأنها غير منسجمة ترجمة نانسي قنقر